رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور برزاني مبلغ 385 مليون دينار لإنشاء مصنع الأكسجين في محافظة حلبشة وسيوفير المصنع الأكسجين لجميع مستشفيات المحافظة مع شكرنا لتخصيص مبلغ 385 مليون دينار من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان لإنشاء مصنع الأكسجين في محافظة حلبشة وسيكون له أهمية كبيرة للمحافظة فمعلوم للجميع جرح القصف الكيميائي يعانون من تلف الرئتين بنسبة 80% ويحتاجون إلى استخدام أجهزة ضخ الأكسجين باستمرار وفي السابق كنا نوفر إسطوانات الأكسجين في مدن إقليم كردستان لمستشفيات حدود محافظة حلبشة وإنشاء هذا المصنع له أهمية كبيرة سيصبح بإمكاننا تعبئة إسطوانات الأكسجين وتوفيرها هنا داخل المستشفى لكافة مستشفيات حدود محافظة حلبشة وبالأخص مستشفى الخاص بعلاج جرح القصف الكيميائي ترجمة نانسي قنقر